وضمن إطار فعاليات يوم البحرين الرياضي وتفعيل الاستراتيجية الشراكة المجتمعية شارك منتسب كافة إدارة وزارة الداخلية في عدد من الفعاليات الرياضية المتنوعة عبر برنامج رياضي متكامل يأتي يوم البحرين الرياضي تعبيراً عما تمثله الرياضة واللياقة البدنية من قيمة ومعنى في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين وحرصاً على إعلاء شأن الرياضة ودورها في الحياة الصحية وتفعيل الاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تعمل وزارة الداخلية على تفعيلها نظمت إدارات وزارة الداخلية اليوم برامج رياضية موسعة شملت عدداً من المجالات والألعاب الرياضية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية قسمنا النشاط الرياضي إلى قسمين قسم يقام من خلال الإدارات وزارة الداخلية وهو نشاط صباحي في جميع الألعاب يعني على حسب الإدارة وزارة الداخلية اللي عندها مساحات متوفرة أيضاً في بعض الإدارات عندها مثلاً إمكانيات من ناحية المنشآت الرياضية وغيرها فبيكون نشاطها أوسع من إدارات أخرى نحن اليوم في النشاط الرياضي في معزز بأنشطة مختلفة وفعاليات وبرامج ثقافية عندنا برنامج متكامل للثقافة الرياضية عندنا جهات متعاونة معانا رح يكون هناك كشفات طبية أو كشف طبي لمارسي الرياضة رح يكون هناك أيضاً بعض الشركات التي تحلل بعض الجينات وتعطيك مدى قدرة أو مهارة الشخص أو الأداء الرياضي له وأيضاً فيه هناك أنشطة وفعاليات ثقافية مختلفة بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية المختلفة رح تخط орг في ناضي الضباط الأمن العام ابتداء بتنس الأرضي عندنا البولنغ عندنا أيضاً اللي هو بطولة الجاري الاثنين كيلو رح تكون بالإضافة إلى عندنا اليوم النشاط المتميز اللي هو اشتياز الموانع وعندنا شدة الحبل وعندنا أيضاً فعاليات أخرى مختلفة في ناضي الضباط الأمن العام وهدفنا الأساسي أن نجعل الرياضة هي أسلوب حياة بالنسبة لنا وخصوصا أنها الرياضة جزء لا يتجزى من العمل الشراطي وقد أعد الاتحاد الرياضي للأمن العام برنامجا متكاملا تضمن المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات والألعاب الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الأكاديمية الملكية للشرطة عدت برنامج متنوعة وأنشطة متنوعة لهذا اليوم بحيث أنه يناسب جميع الفئات العمرية الموجودة في الأكاديمية الملكية للشرطة فلله الحمد سنويا قاعدين نطور في هذه البرامج وقاعدين ننوع بهذه البرنامج بحيث أنه يكون للموظف الموجود خيارات متعددة للمشاركة في هذا البرنامج من ضمن المسابقات اللي احنا ان شاء الله حطيناها هالسنة عندنا مسابقة الماشي وهذا شيء أساسي بالنسبة لنا عساس أنه الكل يقدر يشارك فيها وأيضا عندنا مسابقة الشد الحبل فيه عندنا مجموعة من البرامج المتنوعة كما أننا لم نقفل أيضا الجانب التوعوي في موضوع اليوم الرياضي وهي موضوع جدا مهم بحيث أن الموظفي عارف أهمية هذه اليوم وفي نفس الوقت عارف شنو المردود من هذا اليوم أو شنو المردود من الرياضة بشكل عام الرياضة مو بس لصحة البدن حتى صحة الذهن الرياضة تنشط الجسم بشكل عام فكانت شؤون الجامارك سباقة في أن هي تحتفل بهذه اليوم فمن كل عام تكون فيه برامج متناوعة خلنا نقول مثلا محاضرات محاضراتها وعوية لها على قبل أمور الرياضية عندنا فحوصات طبية دورية يساونها وقت اليوم الرياضي استملت الفعالية على العديد من المسابقات والفعاليات من ما خلق جاو من المنافسة وروح الألفة بين موظفين الإدارة وتهدف هذه الفعالية إلى عكس أهمية النشاط الرياضي للموظفين وحثهم على ممارسة الرياضة بشكل يومي تتفاعل كافة إدارات وأقسام وزارة الداخلية لإقامة اليوم الرياضي البحريني وأسوأ بكل عام تشارك الإدارة العامة للشرطة النسائية في إقامة هذه الفعالية تتخلى للفعالية محاضرة تثقيفية بالتعاون مع الشؤون الصحية التابع لوزارة الداخلية وكما يتخلى لها ألعاب ترفيهية ورياضية شاركنا فيها الإدارات المجاورة لتخدم فئة النساء رقبا منها في خلق روح من التنافس بين هذه الإدارات طبعا جميع أفراد المجتمع لازم يعون أن العقل السليم في الجسم السليم ولابد من ممارسة النشاط الرياضي على مدار العام التدريب يكون نوعا على امتداد سنة تدريب متمثل في تطوير الطاقة والقوة الانفجارية في الجسم المشاركة في بطولة تحد درجال الأطفاء المتمثلة في ساحب دمية تزن ثمانين كيلو تقريبا ورفع وزن من ارتفاع ثلاث طوابق يبلغ خمس وعشرين كيلو وهذه كلها تحتاج إلى تركيز وقوة انفجارية تأهلك أن تخلص هذه التركيبة في أقل وقت ممكن وبالنسبة للنوع الثاني من المسابقات راح تكون المسابقات التي تعتمد على النسم وعلى اللياقة البدنية وهذه متمثلة في الجاري وكرة القدم والطائرة لعبة شد الحبل والعاب أخرى معتمدة على اللياقة والجاري العادي اللي أنت تتحافظ عليه طول السنة واليوم الرياضي وهو كل يوم في السنة عندنا يوم رياضي في الإدارة العامة الدفاع المدني وتهدف كل أنشطة اليوم الوطني الرياضي إلى تعزيز مفهوم الرياضة والصحة العامة والتوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع ترجمة نانسي قنقر